أجرى قداسة البابا فرانسيس مقابلته العامة مع المؤمنين في قاعة بولوس السادس في الباتيكان مستهلا تعليمه الأسبوعي بالحديث عن المؤتمر العالمي للشباب الذي اختتم فعالياته مؤخرا في لشبون وقال لقد أظهر المؤتمر أن عالمنا هو عالم إخوة وأخوات ترفرف فيه أعلام جميع الشعوب معا وجنبا إلى جنب بدون حقد ولا خوف ولا انغلاق وبدون أسلحة وقد جاء في مقابلة قداسته أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنين الناطقين اللغة العربية لحاضرين هنا اليوم أن يؤكدوا لكم صلاتهم من أجل شخصكم ومن أجل خدمتكم كخليفة القديس بوتروس إليكم ملاخصة تعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تكلم قداست البابا اليوم على زيارته الرسولية إلى البرتغال في مناسبة اليوم العالمي للشبيب وقال هذا الحدث الذي جاء بعد الجائحة كان للجميع عطية من الله الذي يفتح دائما أفقا جديدا أثرت الجائحة بشكل كبير على السلوك الاجتماعي فظهرت فيه عزلة كثيرة وتأثر الشباب أكثر من غيرهم بهذه الشدة في اليوم العالمي للشبيبة قدم الإنجيل للشباب نموذج سيدتنا مريم العذراء كانت في حالةٍ صعبة ومع ذلك لم تنغلق على نفسها بل دفعتها محبة الله فقامت ومدت مسرعة واليوم أيضا مريم تقود حج الشباب ليتبع يسوع كما صنعت منذ قرن وبالتحديد في بلدة فاطمة عندما تكلمت مع ثلاثة أطفال وأوكلت إليهم رسالة إيمان ورجاء للكنيسة وللعالم لهذا عدت إلى مكان الظهور في فاطمة وصليت مع بعض الشباب المرضى لكي يشفي الله العالم من أمراضي الروح الكبرياء والكذب والعداء والعنف وجددنا تكريس أنفسنا وتكريس أوروبا والعالم إلى قلب مريم الطاهر عاش الشباب في أماكن كثيرة من البرتغال خبرات صداقة وأخوة ثم اجتمعوا في الاشبونة ليشهدوا أهم الأحداث اليوم العالمي للشبيبة هو لقاء مع يسوع المسيح الحي يجعلهم ينمون في الإيمان ويكتشفون دعوة الله لهم للزواج أو للحياة المكرسة أو للكهنوت العالم يحتاج إلى رجاء متين يكون ركناً للكثيرين وهذا يأتي من شبيبة يحييها الإنجيل ومن شباب التقوا بالمسيح وتبعوه لأن يسوع المسيح وحده هو الذي يجدد العالم بتجديد قلب الإنسان